سبحانك يا لا إله إلا ألا الغوث الغوث خلصنا من النار يا روح سبحانك يا لا إله إلا ألا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبارك لكم حلول شهر شعبان المعظم أسعد الله أيامكم جميعا مولد الأقمار في هذا الشهر الكريم شهر شعبان المعظم نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه صيامه وقيامه ويبلغنا رمضان إن شاء الله قبل أن نتلقى اتصالات المشاهدين الكرام على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة هناك مجموعة من الأسئلة التي اخترناها لكي تبث على البث المباشر وهذه الأسئلة من المشاهدين الكرام تأتينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نختار نحن منها ما هو أنسب لكي يذع على البث المباشر من هذه الأسئلة مسألة سماع الصوت بل سماع صوت المرأة الأجنبية يعني رجل يسأل هنا يقول أنا دائما أمر من أمام بيت الجيران وأسمع صوت نساء هذا البيت عالي فماذا أفعل دائما يقول هذا أنا مبتلي بهذه المسألة دائما أسمع صوت مرأة الجيران أو يعني بنت الجيران صوتها عالي ويوصل إلى بر وأنا أسمع كل ما أمر حتى وصل للبيت هذا السؤال من الأخ أحمد نقول للأخ أحمد هنا طبعا ينبغي بما أنه أنت جار لهؤلاء بإمكانك أن تنصح نساء هذا الدار من أنه لا يجوز أن ترفع المرأة صوتها حتى يصل إلى أسماع الرجال الأجانب هذه واحدة نصيحة أخرى إن شاء الله نأخذها بعد هذا الاتصال عبير من بابل نعم تفضلي أهلا وسهلا ومرحبا عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا تفضلي كي لأني أندي زوجي مقصر وياي يعني ما يشتري لي ما ينطيني فآن إذا أخذ من وراء يعني يجاعد أكفي احتياجاتي هنا أريد أسأل يا أخة عبير مقصر ويايش ماليا 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 بل يعني من حيث المادة من حيث المال هو بخيل يعني هو هاي الصفة موجودة بي إيه إذا كان هاي الصفة موجودة بي بخيل فحينئذن يجوز لك أنت باعتبار أنت زوجته أن تأخذ منه حتى لو ميدري حتى لو بدون إذن تأخذ منه فقط مقدار الحاجة فقط بمقدار الحاجة أكثر إيه إذا أخذ مقدار الحاجة فإذا أخاف فعن ليش خابر أخاف خاف أشيء جنب لا لا إذا كان هذا الشخص يعني معروف ويعني بالبخل وما يصرف لا على عائلته لا عليك أنت بالذات باعتبار أنت زوجته والنفقة واجبة علي فإذا ما ينطي بخيل فأنت بإمكانك أنه تأخذين من عنده بدون إذن فقط مقدار الحاجة هذا أخذ على يد إمكانية اللي أحتاجه بل مقدار الحاجة تأخذين من عنده بدون إذن هذا هو المقدار اللي تأخذي بل وهو حتى من أدخل بطأوة مرضي هو ديني دكتور أخص يطيني بس فلوس الكشبية أما العلاج هو يشتري ميغرين طيني نعم لذلك أنت عرفتي الآن شنو اللي تقدرين تأخذي فقط مقدار الحاجة اللي هي مثلا سؤال الش الثاني سؤال الش الثاني نعم أصلي بدون أباء داخل بيتك داخل دين داخل غرفتي أعمل بل إذا كانت هذه الغرفة محصنة ما حاجي شوفك مثلا من الخارج يعني أجانب المقصود اللي حل عليك مثلا طبعا المحرمين عليك اللي هم أبوك أخوك ابنك ابن أخوك مثلا ابن أختك زوجك ذول يسموهم محارم ذول محارم ذول محارم لحظة اسمحيلي إذا قال اللي عددتهم ذول ذول محارم ذول حتى لو تقدرين الصلين أنت بثيابك محجبة تامة حتى لو بلا عبايا ما يخالف لكن الأجانب المقصود بالأجنب يعني اللي حل عليك هذا ما يجوز أنه أنت الصلين والستر مالتك قليل يعني أو طالع جزء من جسمك هذا ممنوع ما يصير لابد بالصلاة أنه تكون أنت محجبة بالكامل فأنت فقط بس العبا إذا كنت في الغرفة ومحكم هاي الغرفة وما حد يشوفك من بره جائز أنه فقط بثيابك ومحجبة وساطر راسك وشعرك إلى آخره نعم شكرا جزيلا أهلا وسهلا ومرحبا خدمتكم من السماوة سيد حسون من السماوة تفضل السلام عليكم مولاي شنون عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا تفضل سيد مولاي يعني نفقة الزوجة هي تدير الزوجة والفلوس اللي تيجي للبيت هي تدخص لحظة بس شوية حتى نفتهم السؤال يا سيد حسون نفقة نفقة مات الزوجة نفقة الزوجة نعم يعني هذا البيت هي تدير والرزق اللي يجي للبيت هي بيذة هي بيذة يعني هي اللي تصرف على البيت تروح للطبيب تروح لغيرل والرجال ما عندها يعني قاعدوا ساكت لا لا أنا لو جزي أشتغل حتى لو عدها هي فلوس حتى لو هي تصرف هي ما عدها فلوس بش هي مثل هذا يجزي يجزي عن النفقة إدارة البيت بيذة الفلوس أنت الزوج سيد حسوم نعم أي أنت واجب عليك النفقة يعني هي الإدارة البيت بيذة والفلوس ما يخالف حتى لو إدارة الفلوس لا لا لازم تطيها بإيدها يعني إلا يتعين الفلوس تتعين أي نعم مثلا على سبيل المثال 25 اللي بدي نار بالشهر وتتراضيون تتراضون عليها أنت وياها تقول لها رضيتي وهي تقول لك مبرد ذم هاي 25 مثلا بالشهر لا هذه أنت مصرف بينك وبينها هي تعاونك تقول لك طيني المصرف خلها روحاني مثلا أصرف أجيب لكم أكل شرب غيرها ملابس بس هي بالذات هي لها بالذات نفقة خاصة هاي أنتو تتراضون عليها أنت وياها تتراضون على هاي النفقة شكاد مثلا أي الله يخليك يا سيد أهلا وسهلا ومرحبا الله يخليك يا حبيب نعم من واسط أم أحمد تفضلي أم أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا السيد نعم يعني ببغدار نعم بغدار بل وآني كفر للك وأرضا أقوم هاي الأيام بس بيك الوقام عشر سيام بغدار في بغداد بغدار وأهلي بيكوت وأهليش بيكوت أي بس أنا في هالأثناء بنفس الزيار بمثل الأقامة خلح وأروف للزيارة وأرجع لك في المكان لحظة بس خلني نفتهم السؤال يا أم أحمد نية الأقامة نية الأقامة نية الأقامة لازم تكون تتنوين بهذا المكان أن تقيمين عشرة عيام فما فوق أي فما فوق بس بأثناء من أطلع للزيارة لا هيت شي يعني إذا تطلعين للزيارة وخصوصا إذا طلعت للزيارة يعني معناها رحتي أنت سافرتي قطعت المسافة اللي هي أكثر من 44 كيلو هيت شي انقطعت الإقامة يا أم أحمد ومن تنقطع الإقامة لازم كون إذا رجعت لازم تجدديها من جديد ها لا من أجد تصير أقل العشرة أي وتعرفين أنت نفسك أنه هي أقل فما تصير فما تصير بس أهلي هو الوطن وأنا مرجعي لهم يعني أنا ما عند جهال هذا لقب المحمول ما عند جهال ما يخالف المرأة وطنها هو وطن زوجها وطن زوجها أي حتى لو تروحين لأهلتش فأنت تروحين لأهلتش ورجعنا أنت رجعت كبير أرجع لهم مع ذلك ما يخالف إذا أنت موم الزوجة وقاعدة مثلا وأولاديك وزوجيك فهو وطنك هو وطن زوجيك ما عند أولاد ما يخالف الله يرزقك إن شاء الله بس حتى في سبيل نعين الوطن وطنك هو وطن زوجيك الآن أنت قاعدة ويا زوجيك إذن تصلي وين بيتها مثلا وين بغدار الصلين تمام مثل ما هو يصلي تروحين لغير مكان هو شي صلي قصر انت هم مثله الصلين قصر تمام أما بيت أهلك إذا أنت مثلا عدتش نية للرجوع إلى أهليك نعم في هذه الحالة الصلين تمام لكن إذا ما عندتش نية حتى ولو على المستقبل القريب فضلا عن البعيد ها فصلين قصر في بيت أهلك وهذا تعرفين بي أنت أكو واحد بي يعرف أقول لك هذا الأمر اللي تفضلت بي أكو واحد بي يعرف هاي بيد الله سبحانه وتعالى إنسان ما يعرف ما ضامن ما ضامن نفسه ولا ضامن روحه يعني أنا صلاة قصر بل صلاة قصر صلاة إيش مثل صلاة زوجيش بالضبط والصيام هالسما يعني ما يترأس أي والصيام إذا أنت عندش نية لقطع الإقامة وتروحين للزيارة وترجعين ما يصير إيش بل لازم كون الإقامة من تنوين الإقامة النية حقيقية أي مو تقولين والله أنا مو تقولين مثلا أنا بالحقيقة والواقع أقعد أربع تيام لكن دخلي أنوي عشر تيام لا هاي النية خطأ النية لازم كون يعني اللي تنوينه بالقلب كون بالواقع أيضا نفسه مثله نعم إذا إجا أكو عارض يعني أنت ما محس بحساب تروحين مثلا للزيارة ما حاس بهتش حساب وإجا عارض مثلا واحد قالتش أو نساء قالتش يالله خلني مش للزيارة أنت موافقتي هنا انقطعت الإقامة بهتش أما أنه تنوين لقدام أنه أنا أقيم وبعدين أروح للزيارة يعني مثل الخطة تسويها هذه خطأ رح يصير نية الإقامة خلاف الواقع لا بالنظر نعم يصير لأنه أنت ناظرة أن الصومين مثلا ذلك اليوم حتى ولو بالسفر هنا يصير أي بلي بلي إذا ناظرة إذا ناظرة ما يخل إذا يسموه نذر معين يعني ناظرة هذه الأيام مو غيرها مو بغير وقت هذه الأيام فقط فحين إذن يجوز لك إنه تصومين هذه الأيام لا ناظر مثلا مثلا للشفاء بس مين حديثة من خالي الأيام يعني غير أيام رجع لأهليك مثلا وين وطنيك رجع في وطنيك وصوميهن إن شاء الله أهي بالي أهلا وسهلا أهلا سؤال لا خيط دعم تفضلي إذن أنا يعني تسمي بثمت البلوق يعني في أمو في التوتادي في تجالة والمان الزوجات ونصفة عراضي واني واني من الزوجة راجعت عني نعم وانت مع عقلة فبعليا تفعل أم أحمد هلو أم أحمد يبدو أن أم أحمد انقطع الاتصال حيدر من ذي قار تفضل أخ حيدر سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا مولاي العب اشتفتار عندي بخصوص الدوام نعم تفضل أخ حيدر أنا داوم مدرسة معلم مدرسة تدائية نعم المدرسة تبعد عن مكان سكن يعني هي بالريج مم فمرحة أوصل متأخر عن الدرس خمس دقائق خوش فهذا الوقت يعني بيشكال شرعي يعني يعني ملي بعض مرات أنا أخلص دروسي وأطلع قبل يعني الدوام ينتهي بصنا عشان أطلع به داعش لأنه ما عندي ذلك عم أيضا بيشكال شرعي هذه المسألة مسألة التقصير يعني عن الدوام أو عن العمل اللي أنت مكلف بي هاي مسألة عرفية أنتو بالعرف كموضوع يعني موضوع التقصير إحنا الشرع حتى في سبيل نعرف أنه أنت مقصر أم لا شنسوي شنقول حتى في سبيل نعرف إنه مثلا المسؤول أو المدير راضي على مثلا تأخرك خمس زقايق أو طلعتك قبل النهاية مثلا بساعة أو نص ساعة إذا هو مثلا سامح لك وقال لك ما يخالف المسؤول يعني أو مدير المدرسة مثلا في هذه الحالة عنوان التقصير ينشال من عندك أما إذا أنت بكيفك بغض النظر عن رأي المسؤول أو المدير أو المعاون أنت من كيفك كيفك تريد تتأخر تريد تطلع قبلها بساعة هنا العرف شي يقول يقول أنت مقصر فلما نعين أنه أنت مقصر يعني معناها هنا نقول لك أنه بها إشكال هذا راتبك يكون بإشكال مسألة مخالفة قوانين الدولة تعرف مشكل أو قوانين العمل بشكل عام يكون مشكل بل سعرفتها عافظ سيدنا الموافقة المدير أنا يعني جيت وطلعت موافقة خلاص إذن مو مقصر يعني تقدر تعرف بعد ذلك أنه أنت مو مقصر فما هناك إشكال لا في عملك ولا في راتبك أيضا بني موافقين إن شاء الله أخ حيدر أهلا وسهلا ومرحبا من البصرة أخ محمد محمد من البصرة أهلا وسهلا ومرحبا تفضل أخ محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا تفضلوا شلو سؤالك العفو مولاي أنا مخريج مولاي نعم وجاي تتغل بقصصتي فمولاي تقدم مثل ابنية وأهلا وموافقين والبنية مافقة بس كناش يعني دخلت بصورة رسمية كأصدقاء وهالشي وجاي يصير إشكال نعم اللي أقدر إنه يعني عشبه ويشنو يعني بعدي ما عقد يعني يعني ذولا تدخلهم سلبي يريدون يعوف مثلا يريدون من عندك إنه تعوف البنية هاتشي مو من مو تدخلهم مو يعج مولاي وإنما تدخل بطرف البنية ها بطرف البنية هما يعني عندهم تدخل سلبي مثلا يدخلون بعض الناس إلى نعم إلى جهة أهل البنية أو البنية فيحشون حشاية زايدة مننا حشاية مننا كذا حتى يخربون الزواج موهوهجي نعم نعم أنت تسأل أنه أنت شي تسوي يعني مثلا هذا سؤالك نعم مولاي لأنني ما أعرف شنو صلاحياتي اللي أقدر أسوي نعم ما تقدر تسوي شي فقط هما أنت قدمت أنت كرجل إنسان متدين مسلم كذا بحسب الأصول والأعراف أصول الإسلامية والأعراف العشائرية تقدمت مثلك مثل الناس قبلة أهلا وسهلا ما قبلة قبلة لا مولاي هم قبلة يعني وفقت خلص شوش حتى يكمل الإجراءات مع الخطوبة سجل يتواجهني للمرسان نستار يعني لا هم سجل يقولوا لتعال ولا يقولوا للاتج هنا المفروض أنت أو أهلك يدخلون لإتمام هذه المسألة يا بشنو القضية انتمم لو انبطل أنا مسألة عرفية معروفة هذه يعني من ناحية الشرع انت ما عليك شي من ناحية من ناحية الشرع ماكو اشكال انت فقط امتاني الموافقة النهائية فانت بالنسبة شرعا ما عليك شي ماكو اشكال عليك المولاي المولاي حقية وانصل وياها لو الموقف لا يجب هسا بحكم الخطيب انت وتتواصل وياها بخصوص الزواج نعم جائز بني بس مو أكثر من هذا يعني مو أكثر من مولاي احسنت موفقين ان شاء الله احسنتم أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي محمد محمد من ذيقار تفضل أخي محمد عملي تفضل أخي محمد أهلا وسهلا ومرحبا بك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مولاي السعاد من الصلاة الغصر والتامة اي تفضل احنا عنا المزارة يعني يبو يمي جون نعم اصير اصلي تامة بس ارجح لها بيوم ويروح شغلي ورد العصر ايش قد هذي المسافة اللي تقطعها من أهلك للمكان عملك مسافة 80 كيلو أكثر أها وشم يوم هاي تقضيها بالشهر احنا بالشهر يعني رايح جاي من أهلك للمزرعة من أهلك للمزرعة بالشهر الواحد كم مرة مرة توصل لعشرين مرة تأجو تعاشرة يعني مو مو سوى اه مو سوى زين هذا عملك اه مثلا خلال السنة بكاملها اه كم شهر شلون ورد خلال السنة شم شهر انت على هالمنوال هذا رايح جاي رايح جاي شهر شهرين ثلاثة ستة عدنا خبست شهر بعد شهر ذا اني شغل احنا حمل وقت الزراح وقضى الزراح بعد بانش زافر اكتر منها ها ها يعني فقط بالموسم اي بس بالموسم بس بالموسم اللي هي ستة اشهر مثلا اي ستة ستة يعني اكتر شي اربح تشهر وانت هاي شغلتك يعني خلال سنوات هي هاي شغلتك ما مغيرها الارية نبت نبت بس مكان واحد يعني اليوم بس مكان واحد بس مكان واحد بل اذا اذا بهالصورة هذه اخي محمد فانت كثير السفر يعني عنوانك عنوان كثير السفر الصلي تمام وين ما كان وين ما كان عندهلك بالمزرعة تروح للزيارة تروح مثلا تسيارة وين ما كان انت الصلي تمام مولاي بالذن اللي الشهر يعبرا مثلا بطلت حتى لو اي اي نعم حتى لو بعد ذلك لان ست شهر التمداوم على هذا رايح جاي رايح جاي بالسنة الوحدة فاش وكت ما كان واين ما كان تصلي تمام ما تصلي قصر بعد بالي اخي محمد فقط بس مسألة وحدة قبل لا يعني بالي سد الاتصال نعم اذا قعدت مثلا عند اهلك وقعدتك جاوزت العشرة ايام تمام لما نسافر بعد ذلك السفرة الاولى تقصر بيها بس السفرة الثانية يعني مثلا رجعتك تعتبر سفرة ثانية هنا تم بيها فقط اذا تقعد اكثر من عشرة ايام عند اهلك فقط فقط في هذه الحالة انه تقعد عشرة ايام متواصلة عند اهلك اول سفرة تقصر بيها السفرة الجاية اللي هي اما الردة واما سفرة الغير مكان ازيم والسفرة الثانية التنبيه يصير تمام فقط هاي المعلومة حبيت اوصلها اليك اخي محمد اهلا وزهلا ومرحبا بيك نعم عبد الله من واسط تفضل اخ عبد الله اي عينويا يا اهلا وسهلا ومرحبا عبد الله تفضل مرحبا سيد عين العفو خذ ام عبد الله ما ادري عبد الله ام عبد الله الصوت نسائي تفضلي اي عينو اب دلا اهلا وسهلا ومرحبا سيد الله يخbre نعم السؤال الاول المفروض واجب عليش أن تتعلمين يا أم عبد الله الواجب عليش تتعلمين يعني التركين كل شي ما يخالف التركين كل شي وتروحين تتعلمين الصلاة اللي هي مثلا أركانها واجباتها شنو ينقر بيها حتى لو تتعلمين صورة الفاتحة وصورة قل هو الله أحد حتى لو ذن تقدرينين تعلميهن لأن تعلم الصلاة واجب يجب عليك أن تتعلمين الصلاة واجب عيني عليك هذا بني سيدو أنا أقيل الزوجة فلوث ما ينطيني وأخذ بدون ما يدرك بخيل هو إذا مو بخيل ما يجوز لشتاغذين يبغني عينيان إنه جهال بالمدرسة لا عيفي عيفي جهالك عيفي جهالك لأنه هو مسؤول عليهم عيفي مسألة الجهال لأنه هو مسؤول عليهم لسأحنا نجي عليك أنت يما يدخل بالجهال لا هو واجب عليهم ما لديك علاقة أنت أنت أيضا ما تدخلين بهم لأنه هو واجب الأب ومو واجب الأم مثل ملابس أي هو الواجب عليه هذا أنت ما واجب عليك أنت فقط تعاوني مثلا يعني هو عنده خير من الله بس ما ينطيني ما يخالف أنت فقط تعاوني تاخذين من عنده فلوس وتروحين تشتريين ملابس الجهال هاي معاونة أما أنت تريدين تشتريين وروحك أنت مثلا عباية شال حجاب ملابس يعني هذا الشيء ما ينطيني إذا إذا بخيل فأنت يجوز تاخذين من عنده فقط مقدار الحاجة والحاجة المقصود بها حاجتك أنت مو الجهال الجهال واجب علي هذا هذا من واجباته هو مو واجباتك أنت بل شكرا سيد أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا عبد الله سلمان من بغداد تفضل أخ سلمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا بيك أخ سلمان تفضل حياها الله سيد حياكم نعم 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 بل المخازن صغيرة بالصويرة يعني نقطع تقريب يومية تقريب فوق اه اربعين كيلو خمسة واربعين كيلو تقريب بالخمسين كيلو ايه الى خمسين كيلو بالي يومية يومية يعني رايح خمسين كيلو وجاي خمسين كيلو من يبدأ القطع مع التجهيز الوكالة والمواطنين يتجيب يوم خمسة بالشهر ايه مثل انت يبدي يوم خمسة ينتهي يوم عشرين يوم خمسة وعشرين بالشهر خوف احنا يومية الروس ونرجع بس نتاخر مثل الاربع للخمسة لحصور يأذل علينا الظهر لهنا خينه موقف صلاة زين هنا حتى في سبيل اعرف انه انت اه عنوانك كثير السفر لو لا اردى اسألك بعض الاسئلة هذا عملك دائمي ايه يعني العمل هناك يا المقازن هنا دائمي سلمان بسطعش يوم عشرين يوم هاي بالشهر بس اه بالسنج قد شم شهر على على مدار الحصة التومينية يعني اثناء الشهر ايه على الحصة التومينية وهذا عملك هتشي كل سنهتش هذا عملك كل سنهتش بس المكان سيدنا المكان جديد ايه نقل من هسه يعني النقل من الكثرة وعطش نقل للصويرة اي وهاي الصويرة خمسين كيلو هاي طاردة تقريب ثالث شهر نعم وهذا يعني ما مخلي انت في بالك انه هذا ممكن ينتقل مرة ثانية الى غير مكان اقرب مثلا يعني هذا المكان ثابت عليه انت يا اخ سلمان كثير السفر فانت تصلي تمام وين ما كان وين ما كان حتى لو حتى لو مثلا متروح لعملك رحت مثلا الكربلة زيارة للنجف زيارة سيارة على اهلك مثلا بغير مكان مو بغداد مثلا بالبصرة مثلا بالموصيل وين ما كان وش وقت ما كان انت صلي تمام باعتبارك انت كثير السفر احنا كثير السفر نحتبر انفسنا واحنا من من المقلدين السيد عالي الستانة دا نظله بلي اخ الله يحفظ ان شاء الله نعم نعم كثير السفر احنا تقريبنا نقلب المرجع الاعلى احسن تبارك الله فيك كثير السفر صلاتك وين ما كان تمام اي سيدنا بس انا البارحة البارحة صلت بشكل صليت كاملة وصليت قصر لا بأس بذلك لا بأس بذلك احسنت من باب الاحتياط غير انت الان عرفت عنوانك شنو فعليه بعد بعد ذلك انت صلي تمام وين ما كان مو شرط ان لو بس عملك حتى لو بغير عملك ايضا صلي تمام اهلا اهلا وسهلا ومرحبا بيك اغسلمان علي من ذي قار تفضل يا علي انقطع الاتصال مع الاخ علي ان شاء الله يعاود معنا نرجع الى مسألتنا اللي افتتحنا بيها الحلقة اللي هي مسألة سماع الصوت بالنسبة للجيران فاول شيء احنا قلنا له الاخ احمد انه ينصح اول مرة ينصح ينصح جيرانه انه صوتكم ينسمع وصوت المرأة عورة خصوصا اذا كانت مثلا في بيتها او مثلا تتكلم بطريقة معينة مغرية غيرها كذا لا يجوز انه تسمع صوتها للاخرين هاي واحد هو بالنسبة الاخ احمد اذا كان المسألة يعني اذا نصحتهم وما انت صحوا وانت مبتلى بهذه المسألة دائما يعني فقط انت ما عليك شيء يعني انت خرجت من هذا التكليف وبعد شي سوي يعني انت في هذا في هذه المسألة صارت مسألة لا بدية يعني شي سوي لازم تمر من هذا المكان ولازم تسمع صوتهم من بابل حيدر تفضل اخ حيدر اهلا وسهلا ومرحبا نعم عليكم السلام ورحمة الله تفضل اخ حيدر سؤال نعم تفضل اخ حيدر من الهاتف اخ حيدر من الهاتف خلي مكالمتك وياي فقط من الهاتف اترك التلفزيون سيدنا نعم تفضل سيدنا عندي فيت اخوي متوافية نعم الله يرحمها وصل تجوج صلي وركعتين زوجتي الها مش تحبه يعني مثل الثواب تريد مثلا تصلي ركعتين وترسل ثوابها الى هاي المتوفية نعم سيد لو شنو لو شنو عنوان هاي الى ركعتين لا ثواب تهديها لا ثواب اي لا بس اهداء الثواب اللي يصلي مثلا تقرأ قرآن كل شي بي ثواب وتهدي للموتى جائز ما بي اي اشكال ماكو اشكال ان شاء الله يا اخ حيدر سيدنا نعم سؤال ثاني سؤال ثاني اخ حيدر من الهاتف خليك وياي عيف التلفزيون نعم انقطع الاتصال مع الاخ حيدر حسين من البصرة اتفضل اخ حسين اتفضلوا اهلا وسهلا ومرحبا السلام عليكم السلام ورحمة الله اتفضل اخ حسين نعم نعم اي فبعض خارج العمل انا سايق طبعا مو ملاتش فخارج العمل اطلع بيها يشتغل بالمنطقة مثلا هي مالتك هذه لا سايق بيها انت سايق يعني الها مالك ايه الها مالك اما شركة واما فرد يعني بلي الى اصودي ومو شركة نعم فردي اهلية نعم خارج العمل يعني طبعا رحيانا بالمنطقة اشتغل بيها يعني حصل عصر الى 15 حصلوا ويعني ما اوديه للملاتش انا اخليه اجيبه مباشرة ويدري الملاتش بهالمسألة يعرف بعضهم يدري بعضهم يدري بعضهم ما يدري نعم يعني قصدي ليدري انه اذن اليك انه تشتغل انت وخارج اوقات العمل يعني انت يعني ما اخذ الاذن من عنده ما اخذ الموافقة اذا ما اخذ الموافقة جائز وما عليك اي اشكال بل كل ما اطعه واحد الليله مرة واحدة خلاص اذا يعني انت تعرف من عنده اذا شوف من عنده الموافقة دائمية لو موافقة فقط لحظية فقط على هذا العمل انت هذا تعينه انت تعرفه لان هذه المسائل العرفية تنعرف من الكلام تنعرف من القرائن انه مثلا وجهه تنعرف الوافق لولا تعرفون هاي المسائل العرفية هذي المفروض بيك انت يا اخي حسين ان تحرز من عنده الموافقة الدائمية حتى تشتغل براحتك اي السيارة يوميتها 150 الى 200 تصل وانت هيتطيها الفلوس الى يعني لو تاخذن الى سألت قلت لي السيارة قد يوميتها قال اكثر شي ميتين اغل شي مية وخمشين اي انا اغلح اشتغل بشريكة مثلا من ميتين وخمشين خمشين احطها بجيبي هاي يعني انت متفق وياهد شي انه شغلها الميتين هاي الميتين الزايد الي الزايد الي اخو اي هذا ماكو اشكال ما دام انت متفق وياه صاحبه على هالنحو هذا ماكو اشكال يرحم موالدك السؤال الثالي لا ما تضح ماولا واخرتك لا لا بخدمتك تفضل شاحنا علينا بالله وابد بالي السؤال الثاني انا السنة اللي فاتت برمضان فاتت تقريبا 14 يوم مهم وصار متعمد متعمد ايه متعمد على ظماظمها بالي صار متعمد فهسا مشغول وشغل وشغلت اقفال مش صباح الجعب اللي انت ما لقرأ قضيهن تعني شنوع حالها لا لازم تقضيهن لازم تقضيهن ذنني اكو علاج عندنا غير حل هي ما بيها مسألة علاج انت لازم تقضيهن ذنني واجب عليك قضاءهن الان ما بيها مسألة حل وما حل انت مدام قادر مدام قادر لازم تقضيهن اضافة الى انه افطار متعمد عليك كفارة وكفارتين عن كل يوم عن كل يوم طبعا هي الكفارات معروفة ثلاثة عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكين انا عتق رقبة ما عندنا لان عبيد ما عندنا الساعة حاليا فوق عند انن الثنين عن كل يوم صيام شهرين ما قدر ما تقدر فعليه شنو اطعام ستين مسكين عن كل يوم من ذنى الايام الارب واتعش مو ارب وطعش يوم 14 يوم اضربهم في 30 شوف كم مسكين لازم تطعم هاي بالنسبة للكفارة اما القضاء لازم تقضيهم واذا ما قدرت تقضيهم اكو حل مثلا حل انت تقطع مسافة يعني من تروح بالسيارة تقطع مسافة 50 كيلو وهاي دائما انتهتش يعني حتى هذا الحل ما يصير يوم يربع وانت حتى هذا الحل ما يصير لان انت حكمك كثير السفر وحكم كثير السفر لازم يصوم تمام لا لا لازم يصوم حتى لو حتى لو انت بالعمل لازم يصوم لازم تقضيهم واذا قدرتك على القضاء انتبت فات مرة بحيث ما تقدر ابدا على القضاء يعني انتفاء للقدرة فدية تدفع فدية عن كل يوم ثلاثة ارباع الكيلو من الطحين عن كل يوم ثلاثة ارباع الكيلو من الطحين تفضل لا تفضلك انا يعني والدي واخواني تواصلوا اياهم ما تتواصلون ما تواصلوا اياهم لاني رتحت الموقف وما وقفوا اياي فانش هاي قلب غير ما تقول وما لا تواصل لا عرفوا ما لا يعرفوني هاي دين اشكال علي طبعا هما تبروا ما عنده بالبداية اصلا تبروا ما عنده شلع لا حتى لو يتبرون من عندك شلع ما عندنا هيتش هاي المسألة انت من باب انت من باب البر بالوالدين وصلة الرحم مع اخوتك لازم تتواصلوا اياهم لان هذه لك بيها فائدة ما يخالف حتى لهم قطعوها انت لك بيها فائدة هذه لك بيها فائدة صلة الرحم لك انت بيها فائدة في الدنيا وفي الاخرة ليش واحد يترك هاي الفائدة حتى لو ما يخالف حتى لو روح تحارش بيهم حتى لو انت حتى لو حتى لو هيتش روح تحارش بيهم سلام عليكم بوس ايد ابوك امك تواصلوا ايا اخوتك ما بيها شي هذا لك بيها فائدة في الدنيا والاخرة موفقين ايخ حسين موفقين ان شاء الله ام علي من بغداد انقطع الاتصال مع ام علي ان شاء الله تعاود معنا بلي زينب تقول باصبعي شيء مثل الحبر حاولت اخففه بس ظلت من عنده طبقة خفيفة تقصد بالطبقة الخفيفة يعني لون فتوضيت وصليت بي شنو حكم صلاة صلاة صحيحة لانه اللون ما يأثر فقط اذا كان اكفت طبقة ممكن تنشلع هذا لازم كونه يتوخر وتتوضين عدنا اتصال ابو علي من ميسان اتفضل يا ابو علي السلام عليكم مولاي العزيز عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا ومرحبا كونك مولاي اتفضل يا ابو علي شنو سؤالك مولاي عدي سؤالين سؤالين الاول الاول هل زيارة الموت الرجبية واجب ام مستحب مستحب وزيارة الأمام الحسين عليه السلام واجبه مستحب الأربعينogie يا أبو علي احنا طبعا زيارة الإمام الحسين عليه السلام أيضا مستحب ولكن من نظر عقائدية عدنه هذا المستحب قريب من الواجب من تركه مثل هيتشي مستحب اللي هي زيارة الإمام الحسين عليه السلام ليش لكثرة الروايات اللي تؤمر الشيعة في زيارة الإمام الحسين عليه السلام شلون ما كان ولو زحفا بني لذلك هو من الناحية الفقهية نقول مستحب لكن هو في الحقيقة والواقع أكيد يعني ما نقول عنه واجب فقه ولكن أكيد مستحب أكيد من تركه حتى ولو تضرر الإنسان من هذا السفر مثلا للإمام الحسين حتى مع الضرر المفروض واحد يروح ويزور خصوصا لصاحب العقيدة الصحيحة نعم أبو علي مشكور أهلا وسهلا ومرحبا وسام من الناصرية انقطع الاتصال مع الأخ وسام ما أدري بقعدنا وقت أم ما بقعدنا وقت قليل فقط نأخذ هذا السؤال من الأخ نصير يقول هل أكل لحم الحصان حرام أو حلال هو مكروه مكروه حكم لحم الحصان لحم الحمر الأهلية الوحشية غيرها هذه حكمها الكراهة فلحمها أيضا مكروه أكله فجائز هو ولكن مكروه الأكل من عنده فما بقعدنا وقت لنكمل به الأسئلة الأسئلة كثيرة إن شاء الله نلتقيكم يوم السبت القادم بنفس هذا التوقيت إلى ذلك الحين نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك يا لا إله إلا أن لا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب سبحانك سبحانك يا لا إله إلا أن الغوث